ثم تذكر أننا جميعنا نحتاج إلى معونة نحتاج إلى قوة نحتاج إلى نصر إلهية لولا الرب الذي كان معنا مزمور 124 ولكن بنفس الإصحاح يقول الفخ انكسر ونحن انفلتنا مثل العصفور ملاك الرب حال حول خائفيه وينجهم تذكر الله لا يسمح بتجربة فوق طاقتنا الله كان يعلم طاقة أيوب لا يسمح بالضيقة إلا ومعها المنفذ الله حتى في التجربة الحال موجود الحال موجود من خلال محبة الله من خلال صلاح الله من خلال قدرة الله اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده وتذكر أن زمن التجربة محدد لا بد أن تنتهي وأن هذه الغيمة السوداء لا بد أن تعبر لاحظ أحبائي في يعقوب صاح الأول الله يطوب الرجال التي تحتمل التجارب النتيجة ينال إكليل الحياة إكليل الانتصار مكافأة لهذا الشخص لهذا السبب افرح تعلم حياة الشكر تحمل انتظر أثبت تشبث والكتاب بعلمنا كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر ففي هذه افتكروا خلينا نتعود أحبائي على الأفكار الطاهرة التي تتطهر بقوة يسوع المسيح في رسالة كورنتس الأولى أسحاح عشرة مكتوب أحبائي إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا لذلك يا أحبائي أهربوا من عبادة الأوثان عبادة الأوثان اللي فيها المال وفيها الجنس وفيها الكبرياء وفيها الطمع الطمع الذي هو عبادة الأوثان تذكر أنه المسيح دفع ثمن خطيات تذكر أنه المسيح تبنانا صرنا أولاد وبنات للرب تذكر مركزك في المسيح أنت ابن أنت ابنة للرب داود نسي مركزه ونسي مكانته وذهب إلى المكان الخطأ الرب هو الذي يعطي الغلبة والانتصار الرب هو الذي يمنح الرجاء لكل من يثق به وأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصرة لأن إرادة الله هي صالحة كاملة مرضية دايما للخير لبنيان أنفسنا ولبنيان الجسد لهذا السبب ابعد نفسك عن مكان التجربة اشتركوا في القناة